موسيقى النشرة رياضية من قناة ايمن الشباب اقدمها لكم انا سلام القيسي وتتابعونا فيها موسيقى منتخب الناشين يستعد للتوجه الى بنجلادش للمشاركة في التصفية الاسوية موسيقى اللواء سلطان العرادة يفتت حم العب مأرب ويضع حجر الاساس للمرحلة ثانية وتوسعة مدرجاته موسيقى والميناء يواصل تدريباته في المعسكر الخارجي بصلالة استعداد للبطولة العربية للسلة موسيقى اهلا بكم يستعد المتخب الوطني لناشئينا لتوجه الى العاصمة البنجلادشية للمشاركة في التصفية الاسوية مطلع اكتوبر المقبلة ويواصل المنتخب تدريباته المكثفة على ملعب الملزة في العاصمة السعودية الرياض بقيادة المدرب محمد حسن البعداني ومساعده هيثم الاصبحي يلعبوا منتخب الناشئينا في التصفية الاسوية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم الى جانبه منتخبات سنجافورة وبنجلادش وبوتان يتأهب المتخب الوطني الولمبي خلال الايام المقبلة لبدء معسكر اعدادي داخلي بقيادة جهاز فني محلي جديد استعدادا لبطولة غرب اسيا التي تنطلق من الثلاثي حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الفين واثنين وعشرين في السعودية ومن المقرر ان يتم تشكيل المتخبين من مزيج من المتخب الولمبي السابق ومتخب الشباب الحالي ليشكلوا نواة متخب جديد للمستقبل بعد المشاركة في بطولة غرب اسيا القادمة وكان المتخبنا قدم مستوى مميزا في النسخة الثانية التي اقيمت في مدينة الخبر السعودية العام الماضي غدر البطولة بعد ان خسر مباراته ثالثة امام بطل البطولة المتخب الاردني بهدفين مقابل هدف افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء سلطان العرادة ومعه رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الشباب ورياض نايف البكري افتتحوا ملعب مقرب الأولمبي تزامنا مع الاحتفالات بعياد ثورة سبتمبر وأكتمبر ونوفمبر كما وضع لواء العرادة ورئيس الوزراء حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الثانية من الملعب وتوسعة مدرجاته بساعة اضافية تقدر بثلاثة الاف متفرج وخلال الافتتاح اشار رئيس الوزراء الى ان افتتاح ملعب مقرب بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية وتوسعة المدرجات في العيد الستي لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة اليوم الاستثنائي والمميز والخالد في نفوس اليمنيين وهو تكريم للشباب في عيدهم الوطنية تتواصل في محافظة مأربا بطولة اعياد ثورة اليمنية لانديات المحافظة والتي ينظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بيشرف مكتب الشباب والرياضة وتزامنا مع الاحتفالات بالعيد الستي لثورة سادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وقلب الفريق براقش الطاولة على منافسه معين بعد أن كان متأخرا بهدفين لهدف ليحقق الفوز بثلاثية في المواجهة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي جرت على ملعب مأرب معين كانت له أسبقية التسجيل في دقيقة العشرين عبر اللاعب عبد الله محمد وبعد خمس دقائق جاء هدف تعود لبراقش وفي شوط الثاني وعند دقيقة الخامسة والستين عاد معين وتقدم مرة أخرى بواسطة لعبه محسن يحيا وأدرك دوكر الحداد تعدل لبراقش في دقيقة الخامسة والثمانين قبل أن يدون اللاعب محمد النسر هدف براقش الثالث قبل نهاية المباراة يواصل الفريق الكروي الأول في نادي السقر تدريباته الاستعدادية للموسم المقبل في تجمع الأول المقام في الأمانة العاصمة وتهدف إدارة نادي للوقوف على جاهزية الفريق وتحديد الأسماء التي تستحق تمثيل نادي السقر وتعزيز حاجته والوصول إلى القائمة النهائية التي ستمثله في المرحلة المقبلة ويطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب فضل العرومي إلى توفير كافة الإمكانيات التي تكفل ظهور الفريق الكروي بالشكل المناسب خاصة بعد نتائج غير المرضية لعشاق الأصفر في الموسم الماضي توجه فريق الميناء لكرة الطائرة بطلا لكاس الفقيد محسن صالح لأندية النخبة بفوزه على شباب القطن بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء الذي جمعهما في الجولة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن توجه فريق الميناء لكرة الطائرة بطلا لكاس الفقيد محسن صالح لأندية النخبة بفوزه على شباب القطن في الجولة الأخيرة من البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوطين وعلى الرغم من تأخره بشوطين إلا أن الميناء عاد ليكسب الأشواط الثلاثة لازمة للفوز لينهي المباراة لصالحه بثلاثة أشواط لشوطين بعد أن كان قريبا من فقدها معلنا نفسه بطلا فيما حل الشعل من عدن ثانيا وشباب القطن الثالثان البطولة إيجابية صارت بها التنافس وتعتبر الأفضل أندية الجمهور اليمنية لكونها تضم أفضل لعبين اليمن على مستوى الداخلي في اللقاء الآخر استطاع خيبل من محافظة المهر الفوز على الشعلة وحقق فوزه الوحيد في البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوطين إلا أن هذا الفوز لم يغير موقعه في مؤخرة الترتيب في ختام البطولة أقيم الحفل التابيني للفقيد محسن أحمد صالح بحضور عددا من قيادات وزارة الشباب والرياضة والتي تطرقت في كلماتها إلى مناقب الفقيد ونشاطه الرياضي لاعبا وقياديا فيما اختتم الحفل بتكريم المشاركين في البطولة بالكؤوس والميداليات ومبالغ مالية نحب أن نشكر معالي وزير شاب الرياضة على جهده وعلى متابعته للبطولة والأخ خالد خليفي اللي انتابعته الدائما للبطولة والحضور الدائما يوميا خلال أيام البطولة والحمد لله والله يرحم الوالد الله يرحمه وسكنه في صيح قناته وإن شاء الله نحن سايرين على نفس الدرب وعلى نفس المستوى إن شاء الله تبقى القرى طائرة طائرة مثل ما كان يقول الوالد الله يرحمه وعلى هامش الختام أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة البطولة سنويا تقديرا وعرفانا لما قدمه الفقيد محسن أحمد صالح أثناء ترأسه للاتحاد اليمني لكرة الطائرة وإسهاماته في تطوير اللعبة وانتشارها البطولة التي أقيمت على الصالة المغلقة في العاصمة الموقتة عدن بتنظيم من الاتحاد العام لللعبة ودعم صندوق رعاية النشي والشباب في وزارة الشباب والرياضة شاركت فيها أندية خيبل من المهرة وشعلة والمينا من عدن وشباب القطن من وادي حذر موت وصل مساء أمس الأربعاء لاعب فريق الشعلة والمتخبات الوطنية لكرة الطائرة أسار جلال إلى العاصمة الأردنية عمان تمهيدا لتعاقد معه وخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي عيرا الأردنية في بطولة دور الأردني لكرة الطائرة وكان في استقبال اللاعب أسار مدير النشاط الرياضي ومدير الفريق في نادي عيرا صالح العبادي وسامي العبادي عضو الجهاز الفنية ويعد اللاعب أسار جلال واحدا من أفضل اللاعبين في اليمن في كرة الطائرة حيث تدرج في فئات المتخبات الوطنية إلى أنه وصل إلى المتخب الأول يوصل فريق نادي الميناء لكرة السلة تدريباته في المعسكر الإعددي لفريقه الأول في مدينة صلالة العمانية استعدادا للبطولة العربية التي تنطلق في الكويت مطلع أكتوبر المقبل وتعاقد نادي الميناء مع محترفين من الجنسية الأمريكية لتعزيز صفوف الفريق في البطولة العربية حيث انتهت أمس من التوقيع الرسمي مع المحترفين الأمريكيين مصطفى تراوري وداميان روسر ويشارك الميناء ممثل اليمن الوحيد في البطولة العربية للأندية الرجال في نسختها الرابع والثلاثين والتي ستقام في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من أكتوبر الفين واثنين وعشرين انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن البطولة الداخلية لكرة السلة التي تنظمها إدارة نادي التلال الرياضية التقافي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب عصام أحمد عمر والجهاز الإداري بقيادة عبد السلام خدشي وشهدت المباراة الافتتاحية مواجهة مثيرة بين فريقي أحمد الخينة ومصطفى السودي انتهت بفوض الأخير بثمانين وثلاثين نقطة مقابل ستن وثلاثين نقطة لصالح فريق مصطفى السودي ويشارك في البطولة التي تقام على ملعب ثانوية با كثير وبنظام الكل مع الكل يشارك فيها عدد كبير من لعبي كرة السلة في نادي العميد والذين تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تتواصل في مدينة عدن منافسات البطولة الخامسة للعبة التنس الأرضي والتي نظمها نادي التنس العدني وتقام مبارايتها على ملعب النادي في كريتر خلال الفترة من الخامس والعشرين من سبتمبر حتى ثالث من أكتوبر الفين واثنين وعشرين وبمشاركة مختلف الفئات العمرية في النادي وشهد اليوم الخامس للبطولة تأهل لعبنا ترتيل فائز وعزيز عادل المباراة النهائية في فئة الشباب بعد نهاية مبارتي نصف نهائي حيث فاز ترتيل فائز على منافسي محمد مكي بست نقاط مقابل نقطة بعد نهاية المجموعتين ثلاث نقاط مقابل ست نقاط في حين فاز عزيز عادل على اللاعب محمد عادل بمجموعتين ست نقاط مقابل ثلاث نقاط وست نقاط مقابل ثلاث نقاط وفي فئة ممتاز اكتمل عقد المتاهلين لدور نصف نهائي حيث تأهل عن المجموعة الأولى منصور محمد وسامير سند وعن المجموعة الثانية عزيز عادل وبدر لؤي وقبل الختام نتابع مواعيد أبرز مباريات غد الجمعة وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشر الرياضية إلى اللقاء